ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين أموس هوكستين وبرت ماكولغورغ سيصلان إلى إسرائيل غدا لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان وبحزب تقرير أكسيوس من المتوقع أن يلتقي هوكستين وماكولغ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بانيامين نتنياهو ووزير الدفاع يو أفغالنت ووزير الشؤون للإستراتيجية رون درمر قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن اتفاقا من شأن إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة